وبالعودة إلى جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ينضم إلينا مرسل التغيير محمد فراس محمد من المفترض أن هناك اليوم جلسة لمجلس النواب الساعة الواحدة ظهرا أبرز ما سيكون في جدوى أعمال المجلس لهذا اليوم نعم بالبدء دعونا نتحدث عن موعد الجلسة الذي لم يتحقق في حينه وإلى الآن من المفترض أن تعقد في الساعة الواحدة بعد الظهر ومن المؤمل أنها ستعقد لكن إلى الآن لا يوجد حضور نيابي يرجح عقد الجلسة في موعدها معذرة إلى الآن حينما تجولت في أروقة مجلس النواب لم أشاهد هناك حضور ملفت يمكن الجلسة من العقاد في موعدها ومن المرجح وبحسب حديث بعض أعضاء مجلس النواب أنها ستؤجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أتحدث عن جلسة أو أتحدث البدء عن أجواء مجلس النواب حيث يعيش فترة مهمة جدا يتأمل من خلال هذه الفترة وخلال هذا الشهر أن يحسن منصب رئيس مجلس النواب لما يمثله من أهمية كبيرة وما يشكله تأخير حسم المنصب من مشاكل كثيرة مشاكل تشريعية مشاكل رقابية مجلس النواب اليوم بحاجة إلى رئيس فعلي وليس ما يدار بالوكالة كما تحدثت أطراف سياسية وكما تحدث أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب جميع جلسات مجلس النواب في هذه الفترة مهمة وإن كانت لا تحمل في طياتها قوانين تمثل مواطن بشكل مباشر لكن هي مهمة بطبيعة الحال لما تمثله كما تحدث من أهمية حسم منصب رئيس مجلس النواب الذي تأخر كثيرا بالعودة إلى جدول أعمال جلسة اليوم فيه من قوانين فبدأ من التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيمي جار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها وأيضا التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية العفاء المتبادل بين المطالبات سمة الدخول لحاملية جوازات السفر الدبلوماسية بين العراق وجمهورية كوريا وأيضا التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول التعديل المادتين خمسين ألف وستة وخمسين من اتفاقية طهيران المدني الدولي وأيضا أخيرا القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية اللجنة القانونية لجنة التخطيط التراتيجي المعنية بهذا الأمر وأيضا لجنة الثقافة والسيحة والآثار والإعلام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي كالجنة المشتركة وفق المادة 167 هذه الجلسة التي لربما هي بطبيعتها بروتوكولية وفيها أيضا جلسة قوانين تنظيمية وعقد اتفاقيات تنظيمية بين جمهورية العراق وباقي دول المنطقة بالعودة للحديث أيضا عن هذه الفترة وعن ما يدور فيما يخص انتخاب رئيس مجلس النواب هناك اجتماعات كثيرة عقدت من قبل الأطراف السياسية في الساعات الماضية وفي الأيام الماضية بغية حسم المنصب والجميع يؤكد والجميع متوجه صوبة إنهاء هذا الملف بالسرعة القصوى كما تحدث له أهمية بالغة على رغم أن المجلس في الفترة الماضية قد كان يسير وفق الإدارة بالوكالة والرئاسة بالوكالة لكن النواب يتحدثون عن هذا الأمر يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب نظام الداخلي لمجلس النواب لربما حدد في إحدى نصوصها أو أن في حال كان هناك خلول منصب الرئاسة رئيس المجلس يتم انتخاب رئيس مجلس جديد في الجلسة التي تليها ونتحدث أن أشهر عديدة مضت لم يتم حسم منصب الرئيس لأسباب عديدة كانت هناك الجلسة عقدت لم يحسن فيها منصب الرئيس بانتخابات داخلية في مجلس النواب ورفعت إلى جولة أخرى وما دار من أمور قانونية وما قدم للمحكمة الاتحادية من طعن بعد رد الطعن من قبل المحكمة الاتحادية بحقية الجلسة الأولى وانسحاب أحد المرشحين الآن الساحة متاحة لأن يعقد مجلس النواب جلسة تكون فيها جولة ثانية لحسم منصب رئيس مجلس النواب أطراف سياسية تتحدث عن أن ربما ستكون هناك انسيابية في المرحلة المقبلة ما أن اتفقت جميع القوى السياسية على شخصية محددة وعلى حسم هذا المنصب وفق الاتفاق وأن لا يكون هناك أي اعتراضات وأن لا يكون هناك إن لم يحدث هناك أي اعتراضة أو أي محاولة إخلال بالنصاب أو بسير الانتخابات في جولة ثانية لربما سيحسن في القريب العاجو وفي الأيام القادمة ولربما ستكون هناك ضمن هذه الأسابيع القادمة تحدثت قوى حتى قبل هذه الفترة تحدثت عن أن شهر آيار سيكون الشهر الحاسم لمنصب رئيس مجلس النواب وأيام تفصل عن هذا الشهر ولربما الأسابيع القادمة سيحمل أحد أسابيعها جدوى الأعمال يضم قانون أو يضم في طياته الانتخابة أو انتخاب رئيس مجلس النواب جديد مراسل تغيير محمد فراز شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك